السلام عليكم متابعين يعطيكم ألف عافية اليوم رح نعمل مع بعض أطيب ششبرك باللبن الرايب بطريقة ولا أسهل خلينا نبلش الفيديو ونبدأ بسم الله أول شي في البداية لتحضير الششبرك رح أبلش بتقلاية اللحمة عندي نصف كيلو من اللحمة رح أقليها بأربع معالق من الزيت النباتي وأول ما يبلش يتغير عندي لون اللحمة رح أضيف حبتين من البصل فرمتهم بشكل ناعم تقريبا وكمان رح أقلب البصل المفروم مع اللحمة وهلا رح نضيف البهارات واللي هي عبارة عن ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وأكيد رح أقلبهم مع اللحمة والبصل ورح أترك اللحمة لحد ما تستوي تماماً وبعد ما تستوي عندي اللحمة رح أضيفها بمصفال لحتى تتصفى من الزيت وتبرد وتبرد وهلا رح أترك اللحمة على جنب وأبلش بتحضير العجين عندي كوبين من لطحين رح أضيف عليهم رشة من الملح أكيد فيكوا تستخدموا كمية مضاعفة حسب الكمية اللي بتفضلوها ورح أخلط أو أقلب الملح مع لطحين وبعدين رح أضيف المية الدافية وأبلش بالعجن لحد ما تتشكل عندي عجينة متماسكة متل ما هو موضح عندكم بالفيديو رح أخليها ترتاح لمدة عشر دقائق بعد ما أغطيها وبعد ما ترتاح عندي العجينة رح أبلش برشة من لطحين رح أضيف عليها العجينة وأبلش بفردها بالشوبة رح أفردها بشكل رقيق متل ما هو موضح عندكم بالفيديو ورح أبلش بتقطيع العجينة باستخدام القطعات وإذا مش متوفرة كمان كنا نستخدم الفنجان متل ما هو موضح عندكم بالفيديو وبعد ما أقطع العجينة رح يكون هذا شكلها هلا رح أبلش بإضافة اللحمة ورح أسكر العجين متل ما هو موضح عندكم متل حبة القطائف بعدين رح أاخد طرفين العجين ورح ألصقهم مع بعض كمان متل ما هو موضح عندكم بالفيديو وهيك بصيره بتصير حبة الشوشبرك جاهزة استمر بهاي الطريقة لحتم أخلص كمية الشوشبرك كلها هلا لتحضير اللبن رح أضيف كيلو من اللبن الرايد رح أضيف عليه ملعقة كبيرة من بودرة مرق الدجاج ملعقة صغيرة من الملح ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وكمان رح أضيف ملعقة صغيرة من النشا وبعدين رح أضيف 2 كوب من الماء وهلا رح أقلب اللبن مع البهرات اللي ضفتها رح أستمر بالتقليب لحد ما تختفي عندي البهرات اللي ضفتها على اللبن وأول ما يبلش يغلي عندي اللبن رح أضيف حبات الشوشبرك أنا هون ضفت حبات الشوشبرك متل ما هي حتى يضلوا عندي تراية فيكم تنشفوهم تحت شوية الفرن بس أنا بفضل إني أضيفهم متل ما هم وبعد ما يغلوا أو يغلي اللبن مع حبات الشوشبرك ويبلش تستوي مدة 3 دقائق تقريبا رح أضيف ملعقة كبيرة من هريس التون تقليتها بملعقة من الزيت وبعد هيك ضفت ملعقة من النعنع الناشف وتركتهم يتسبكوا مع بعض لمدة 5 دقائق وبعد هيك رح نقدمهم مع الرز بالشعرية وهيك بصير عنا أطيب شوشبرك باللبن الرايب بطريقة جدا سهلة وطعم جدا طيب بتمنى تجربوا الطريقة وطعتوني رأيكم وصحتين وعافية قرس باقية وسحب يقص باللعب بسر espp متنا قرس بسر البعnic واتنا لن تجرب讓 ينزوربي واخت��� منجز أثناء